كتاب من التعدد إلى التعددية هو كتاب جديد يروم فهم مسألة اللغوية بالمغرب من خلال دراسة وتحليل رهانات سياسة اللغوية بالمغرب هذا الكتاب هو أساساً انتقال من حالة طبيعية التي يمكن أن نصفها بالتعدد وهي حالة تعدد لغوي في جميع البلدان إلى حالة التعددية والانتقال من التعدد اللغوي إلى حالة التعددية اللغوية هو رهين بسن سياسة اللغوية ملائمة للبلاد هذه السياسة اللغوية تجد تداعيتها في تسطور 2011 الذي نص على الانتقال من الأحادية اللغوية إلى التنائية اللغوية الرسمية أي الانتقال من العربية لغة دستورية وواحدة للمملكة المغربية إلى لغتين رسميتين هما اللغة الأمازيغية واللغة العربية هذا الانتقال يصاحبه انتقال آخر وهو ما يسمى فيه علم الاجتماعية اللسانية بالإيكولوجيا اللغوية التي سيتم متتبتها من خلال إحداث المجلس الوطني للغات والتقافة المغربية هذا المجلس سيهتم بالحفاظي والتشجيعي والتعبيرات التقافية المحلية والتنويعات اللغوية الترابية هذه التدابير اللغوية لتخطيط لغوي جديد هي تدابير تروم ضبط أولا سيادة اللغوية بالمغرب وكذلك ضبط تداعيات تعدد اللغوي في الفضاء العمومي حيث أننا صرنا أمام وضع اللغوي هاجين نجد فيه الدارجة والأمازيغية والعربية والفرنسية والأنجلزية نهيك على أن الدارجة تكتب مرة بالحرف اللاتيني ومرة بالحرف العربي ومرة بأحرف تحيل على العالم الافتراضي الذي خلق سوقا لغوية جديدة يمكن أن نسميها سوق اللغوي الافتراضي فسياسة اللغوية تروم ضبط وتحديد وكذلك تنظيم السوق اللغوي الواقعية لكن أمام سوق اللغوية الجديدة افتراضية وجب اتخاذ جميع التدابير لضبط وهو بين السوق اللغوي الواقعية والسوق اللغوي الافتراضية لهذا أظن أن أصبح من الضروري تفكير كذلك في لغة المدرسة هل لغة المدرسة ستظل دائما تابعة لمنظومة الفرانكوفونية أو سنتخذ تدابير كما وقع في التجارب الدولية تروم الانتقال من لغات هوياتية أي في الحالة المغربية الأمازيغية والعربية إلى لغات وظيفية للمدرسة أي من لغات مدرسة إلى لغات للتدريس في التجارب الدولية الناجحة اعتمدت مسألة الترجمة الإيجابية أي أن كل ما يكتب من جديد باللغة الأنجليزية تتم ترجمته إلى اللغة العربية والأمازيغية من أجل الانتقال بهذه اللغات الوظيفية دستورية رسمية إلى لغات للتدريس كما نجد في فرلندا أو كوريا الجنوبية فاللغات الكورية والفرندي هي لغات تدريس من الابتداء إلى التعليم العالي إذن فهذه السياسة اللغوية تروم الانتقال من سوق اللغوية هاجينة إلى سوق اللغوية منظمة تتطلع فيها اللغات الهويتية والرسمية والدستورية بدور لغات التدريس لهذا جاءت محاور الكتاب على الشكل التالي أولا أول مدخل هو فهم تنائية التعدد والتعددية ثاني فصل اهتم بتوصيف البيئة اللغوية بالمغرب وثالث فصل اهتم بالدينامية المجتمعية في علاقتها باللغة الأمازيغية وكان وكان الفصل الرابع هو فصل محوري حيث حاولت فيه أن أرصد مدهورات السياسة اللغوية بالمغرب لأنتقل إلى إشكال مهم وإشكال تعايش داخل المجتمع المغربي مع اللغات لأخلصها في الأخير إلى الرهانات المستقبلية للسياسة اللغوية بالمغرب جخلا اتمنى اللغوية بالقنات وإعiya اتمنى ç VR